اشتركوا في القناة الاعجاز العلمي في القرآن الكريم جميل اول ان الناس او المتحصصين يظهرهم اعجاز القرآن الكريم كلهم تتحصص بعيدا عن العاطفة وبعيدا عن التمحك في الايات وتقديسا للنص القرآن حينما يتناول موضوع في قضية اعجاز القرآن من الناحية العلمية يجب ان نتبع ما جرت عليه العادة والاخلاقيات للبحث العلمي حقيقة هذه المقدمة كتبت سابر انهال على بريد الالكتروني مجموعة من الرسائل بتتكلم عن اعجاز العظيم قد اكتشفه العلماء من العلماء مانيش حاجة ده اول حاجة وهو علاقة مكة المكرمة بما يسمى بالنسبة الزهبية كولدن ريشو ايه هي النسبة الزهبية قاله هو عبارة عن ثابت رياضي الثابت الرياضي قمت واحد وستمية وطمانتاسر من مي يعني واحد فاصل ستة تمانية واحد وهذا يتحقق في كثير من المنشآت الهندسية والمعمارية وكما قالت سورة الفيديو اللي اطلعت عليه في دقات قلب الانسان وفي ورق الشجر وكأن النسبة دي هي النسبة التي يدور حواليها محور الخلق حقيقة حبيت استفسر فقالوا دي ثابت رياضي انا لست تخصوص الرياضيات انا زلوزيا لكن فاسألوا اهل الذكر انتم لا تعلمون سألت الدكتور استاذ دكتور محمد السيد في اعتبار واحد من العلماء او العلامات الباريزة في الرياضيات تابعنا لو نظرت لهذا المكان اللي هو عبارة عن ايه عن نقول الناصية مثلا بين الحجبين دول وشفت الجمجمة السمتعة اذا نسبتين اذا نسبة صغيرة اذا نسبة كبيرة جمعت النسبة الكبيرة دي مع النسبة الصغيرة اسمتهم على دي الناتج يساوي النسبة الكبيرة عن النسبة الصغيرة يعني بلغة الرياضة ايه بلاس بي على ايه بتساوي ايه على بي دي هتلاقيها بطول دراع الانسان بالنسبة لقامته تلاقي فيها في وضع الحق دي هذا المكان بالنسبة للمنكبين تلاقي فيها الظاهرة الظاهرة معروفة بتدرس من درسة داريسة قريبا خالصة للمنكبين تولي ذلك الحقريات القديمة الحياة القديمة هي عبارة عن بيسمى ايزومتر الجروس النمو اللي بيرتبط سئين بيرتبطوا مع بعض طول مع العرض كل ما زاد الطول كل ما زاد العرض مثلا على سبيل المسال دي العلاقة النمو المتساوي او ممكن تجيرها في محاور البلورات كلام كيف في حاجات كتير جدا تبدأ انما شوف العاطفة بقى ان احنا نقول ان مكة بتقع بتحقق النسبة السبتة هذه النسبة السبتة اللي هو العلامة الزاهبية جولدن ريشيو في الارض كواس او او انا كواحد مسلم يبقى سعيد وفرحان ان القبلة التي يتوجه اليها في صلاة والكعبة التي يتوجه يطوف حولها في طوافه وهذا المكان ذات الهيبة والجمال والمكان تبقى هي القبلة الزهبية او تبقى هي النسبة الزهبية لكن ما نستعرض كده الشريط قال ايه الاسرار المقدسة في دور السينما في ايول سبتمبر 2009 مكة هي المركز المقدس للإسلام ستشهدون بعد قليل الكشف العلمي وبالتلائل عن الاسرار العجيبة المخفية منذ الاف الاعوام في المدينة المقدسة مكة المكرمة السابت اي فاي واحد فاصلة ستمية ثمانية عشر الرقم المثالي للتفوق التصميمي في الرياضيات لقد استعمل الخالق نفس الرقم العظيم في الكثير من الاماكن في دقات قلوبنا وفي نسبة العرض والطول لحلزونات جزيات دي ان اي وفي التصميم الخاص للكون وفي قواعد ترصف الاوراق وفي كريستال الجليب وفي البنية الحلزونية للكثير من المجرات وفي الكثير من الاماكن النسبة الذهبية اي واحد فاصلة ستمية ثمانية عشر ويلاحظ ان هذه النسبة استعملت حتى في تصميم الاهرامات في مصر ووصف العالم الفلكي الشهير كيبلر هذا الرقم بانه كنز اثبت اخصاء التجميل الدكتور ستيفن ماركو في الدراسة والاختبار الكبير الذي اجراه على مدى خمسة وعشرين عاما انه حسب هذه النسبة المدونة حتى على الحمض النووي فن وجهه والجسم الانسان خلق باجمل شكل بين النسبة بين المقاسات الاساسية التي تعرف شكلنا من بعضها البعض هي رقم واحد فاصلة ستمية ثمانية عشر وهذا يدل على ملأمتها مع التصميم المثالي اي النسبة الذهبية اين نقطة النسبة الذهبية لكرتنا الارضية اين نسبة بعد مدينة مكة المكرمة عن نقطة القطب الشمالي وعن نقطة القطب الجنوبي هي واحد فاصلة ستمية ممية عشر تماما اي النسبة الذهبية اما نسبة بعد مدينة مكة المكرمة عن نقطة القطب الجنوبي فهي نفس نسبة البعد بين القطبين لا تنتهي المعجزات بذلك لانه حسب خالطة الطول والعرض التي يحدد البشر من خلالها الاماكن فان نقطة النسبة الذهبية تتواجد في مدينة مكة ايضا فان نسبة البعد من مكة المكرمة نحو البعد الشرقي والبعد الغربي لحدود خط التحول اليومي هي واحد فاصلة ستمية ثمانية عشر وبشكل يبعث على الاندهاش نرى ان الرقم واحد فاصلة ستمية ثمانية عشر اي النسبة الذهبية هي نفس البعد مكة من الجهة الغربية لخط التحول اليومي مع البعد المحطي لخطة القرى الأرضية ورغم الانحرافات الصغيرة بعدة كيلومترات في كل انظمة الخرائط لا تخرج نقطة النسبة الذهبية خارج مدينة مكة اطلاقا وتظل داخل المنطقة المقدسة التي تضم الكعب المشرفة ترجمة نانسي قنقر